السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا بأحوال جيدة ان شاء الله هذا الفيديو تتكلم على كيف تبدل الأوراق تغير الأوراق ديها اسبانيا وإيطاليا وتجي هنا لفرنسا بطاقة إقامة فرنسية واش ممكن هات الشي بالنسبة للناس عندهم لك اختيجوه وانو اه ممكن شو هما الشروط شو هما العراقل وشو هما النصائح لك تعملهم وتكون عارف على بال قبل ما تجي الفرنسا اول شي بالنسبة للناس عندهم الجنسية الاسبانية ايطاليا البلجيكية مهم اي واحد عنده جنسية اوروبية يقدر يعيش في فرنسا كاي مواطن فرنسي بما انك عندك حامل لباسبور جواز حامل لجواز اوروبي فلك الحقوق الفرنسية كمواطن فرنسي وليس كاجنابي يعني هدي من ناحية هدي سرينها من ناحية ديال الناس اللي عندهم شعجينسية وإنما عندهم بيطاقة الائقامة كان ينجج انواح بيطاقة الائقامة كان المؤقتة وكان المؤقتة دائمة السنتين ، سنة ثلاث سنين entwicgan إلا به 一點 صعيبة با rigidة الى بطاقة فيصد صعبة لكي لا تكتشف تلت شهور في هذه تلت شهور يجب أن تكون من قيد الخدمة وتفهم مع صاحب العمل و صاحب العمل هو الذي يتفعل هذه الأجراءات قبل أن يتفعل هذه الأجراءات يجب أن يكون محتاج بالعامل و يجب أن يكون من العامل المناسب الى هذا الشخص اللي جاي من ايطاليا او اللي جاي من اسبانيا. ويملي وقف واحد واحد البيت واحد الورقة اه كي تلي شارجها وكيمليها هو صاحب العمل وكيسفتها لاديرت وكيقول بللي انني محتاج لهذا العامل لانه عنده مثلا شي صنعة محتاجها عنده مثلا شي دي بلوم لانفورماتيك انجينيور ولا شي حاجه اللي كينا حتى يعني بولانجغي يعني عندي دي كونديسيون اكزيجون و بغيت يعني عندي شي شروط ما لقيته مش إلا فات السيد و بغيت نخدموه مويمات صاحب العامل غاي خلص شي حاجه المال يعني انت اللي غد تعطيها له طبعا وغادي عمل لك الطلاب فلا دي ريكت وغادي تقرأ التوصي وبيها غاد تقبل او لا لا بشي حملو لك فيزا لانك سيجور في فرنسا في agora حالت اذا قد يمكنك تبقى تبدل وستاتيوي وو تاخد اقامه فرنسية هذه من نسبة الناس عندهم بطاقة الاقامه دين سنتين تلات سنين في اسبانيا و لا في طاليا بالنسبة للناس عندهم بطاقة الاقامه دائمه في نسبة اسبانيا خمس سنين راه بطاقة اقامه دائمه وايش سروط شنو هي قبل ما ادركوا الناس عندهم بطاقة الاقامه دائمه الناس يعني في حالة إذا القيتي يعني هديك تكون ما نقول لكم شو مستحيلة ولكن صعيبة إلا ولا كنتي شي حد من العائلة ولكن تعرفوا من أصدقاء هو اللي غديدير لكم هاد شي كامل ولا مهم تقدر تكون بقعة أو تاني يكون مكتب ليك أنك تلقى الخدمة يعني كله بالمكتب المهم الفيزا غدي ترجع مثلا طاليا ولا اسبانيا وفيها غاتمشي القنصورية دي الفرنسا وغديت تاخد فيزا لونغ سيجور هذا مكان بالنسبة للناس اللي عندهم بطاقة الإقامة لونغ سيجور يعني بطاقة يعني غيزيدون خمس سنيه باركزون في الاسبان كين شروط باش أنك تجدد يعني انت اللي غدي تدير طالب ماشي الباترون باش تدعمل تدفع في لابريفكتور بطاقة إقامة فرنسية أول شرط غم بدا بي هو يكون عندك الفلوس يعني ما تجيش هنا هي ما عندكش الفلوس يكون عندك مدخول مادي سوى مثلا قيتي خدمة في فرنسا وقد تتخلص مزيان سوى في إيطاليا ولا في اسبانيا ولا مع فاين عندك مثلا شي دار دار ولا شي حاجة ما يبزي تبيين باللي عندك مدخول مادي ماشي يعني عاطين شروط أن هذا المدخول يكون في ما يعادل لسميك ووالا وتجيب لهم 12 غولوفي بانكير فحالة ما كان عندك مثلا شي مدخول أولا لك انتي خدام وعندك الداخل ديالك خصك تعطيهم 12 بلتن دو صالح مبين أشيء اللي كي تلبوها هي يكون عندك الساكن تلقها الكرا ولكرا يكون بسميتك وشرط آخر هو تكون لسيرونس مالادي يعني على حسابك يعني الديلة ميتويل النصيحة مني لكن الشخص منزوج عنده العائلة دياله ووليداته يعني من الأحسن ما يجيش والأسرة دياله باش ما يتكرفش يجي الراجل بوحديته يقلب على خدمة يشد الدار يدفع الضوصي دياله وعاد تلتحق به الزوجة دياله والأطفال دياله باش ما يتكرفسوش ويكون عندهم مبلغ باش يقدوا يعيشوا فرنسا راها المعيشة يعني غالية يكون عنده واحد مبلغ مادي اللي قد يحول عليه على راسه قبل ما يلقى الخدمة وما يجيش مع العائلة دياله باش يبقى أولا خفيف وتانيا ما يكرفسش الزوجة دياله وأطفاله كيف حالانا شخصيا شفت بزاف ديال العائلة تنكرفسين بزاف وحندهم جين سياهادو محتاج مش يغرياجي ويلقوا السكنة ويعني صبروا بزاف وحدثت شهور وثبع شهور خصوصا على حسب الندينا اللي قد تختار عاد باش يستقروا المهم جيتي فرنسا عندك هاد الشروط اللي هو تلقاتي السكنة بسميتك عندك اللي غسوخص ديالك بيينتي أنك خدام خصك تدفع الضوصي شنو كي تلبو هاد الشروط باش تدفع الضوصي كي تلبو يكون عندك ما يوثبيتو أنك دخلت الفرنسا أنك تزدي الفرنسا شنو هما يكونوا حد الطمبون في الباسبور ديالك هاد هاد الطابع ما كيكون إلا إذا جيتي عن طريق الطائرة أما لا جيتي عن طريق السيارة ولا بالكار ولا بالتران را ما كيديرو شخص كي يجيو الديوانة را ما كيديرو نشل سميتو أي خاتم ولا كلا بقى فكتور كيبغي وهذا كالطمبون أحسن جيم طيارة ما حاجة تانية أولا تحتافظ في كل حالة تحتافظ بهاديك التدكيرات اللي شريتها سواء نديا التران ولا فليكس بوس أو لا بلا بلا كار ولا أي حاجة تحتافظ بدك بهاديك البروف أنك الجوغ فلاني الجوغ إكس أنك دخلت تراب الفرنسي هدي كي تلبوها ضرورية وإلا أجي معن طريق الطيارة باش يهدو الديوانة وهكاك الديوانة ما كيطبعوش أنا سبق لي مشيت بالطيارة ما كيطبعوش كيشوفو غير كيتأكدو وقددخل ما كيطبعوش ما كيطبعوش غير في حالة كانت خارج اجتعاد الأوروبي المهم احتافظو على دك التدكيرات ديالطيارة ولا ديالتران ولا ديالكارة الحاجة الثانية واللي مهمة جدا وكي يعني مشارط من شروط باش يقبلوا لك طلب ديالك يتكون عندك السكنة بسميتك يكون واحد يعني قيتي كرا وديريو بسميتك وتزيد عليهم الفاكتور ديال الكهرباء ولا ديال الماء ولا ديال أي حاجة كتدخلك كتخلصها شهريا كي يخصم كذلك اللي رفني ديالك اللي جيتينتينة والزوجة ديالك خص موارد ديال المالية ديالكم توم بجوج وكذلك الدمان الصحي اللي هو الميتية اللي تكون عندك وطبعا تكون قيتي الخدمة هالي هي أم حاجة حتى يعني اللي كي يكون يعني فرنسا معدهمش فيهم بزاف ديال الخدامة فهادي هي الخدامي اللي كي بغيوهم وتكون قيتي هالي عقد ديال 35 أهر بار سمين يعني 35 ساعة في الأسبوع وما يكونش قل من سميك يعني ما يكونش أقل من الراتب الأدنى ومتوسط الأدنى في فرنسا منسبة اللي ميتية انتونسيوني كي قبلوهم بزاف في فرنسا هم الحيرف يعني في الباتيمو كي بغيوهم بلومبيه من تكنيسيين ميكانيسيين أو لا أي حيرف من الحيرف اللي كاينين في فرنسا اللي إقلالين على حسب المنطقة كذلك وولا كنتي خلاص في هادوك ديال الترانسبور عندك برمي ديال البوالوغ هادا مقبول جدا هادو هم الشروط باش يقبلو ليكم تحويل بطاقة الإقامة الدائمة ديال إيطاليا وسبانيا إلى بطاقة إقامة فرنسية كتتعمرو الفورميلار كتتجيبو معاكم الباسبور الحالة المدنية كنتي مزوج عقد الزواج كتترجموها تكلو بالفرنسية والكونترا ديال الساكان الفواتر ديال الماء الصوار ديالكم الشخصية هم بين الأشي اللي يخصون في الميلف هو الضمان الصحي اللي هي لاميتيال وتكتب أنك ليس لك أكتر من زوجة ولا أكتر من زوج وهو كي تطلبوهم لنا ضروري بغدا نقول لكم بالنسبة الشروط كتتختلف من اقتلافات باسيطة جدا وانو بتزيد عليكم حوايج متلا كينار تطلب موقع تكون ايبرجي ما تكونش تكن بسميتك الدوز كينار يعني هناك اختلافات من منطقة المنطقة ومن جيهة الجيهة حتى من ناحية ديال الميتيء ان تنتونسيون تختلف من جيهة الجيهة ضروري جدا تكون دارس المنطقة اللي غادي تجي إدفع فيها الوراق ولتبضل في هالوراق هذه كانت اهم شروط اهم نقطة الاساسية اي شخص في الجالية اللي كان في اسبانيا اللي كان في ايطاليا تخدم هنا فرنسا لان فرنسا تبقى لها ميزات للميزات لان فرص الشغل اكتر لان مساعدة اجتماعية وما سنخبيه الشمس بالغربال لان مساعدة اجتماعية وكذلك اهم حاجة ان الصالغ يعني السميك ديال فرنسا طالح على السميك ديال فرنسا ديال إيطاليا و ديال إسبانيا ولاخوتي هنا نكون سالية لجوديو ديالي اللي سهل عليكم ويستر لكم الأمور في أمان الله وحفظه السلام عليكم